بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاة في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نكمل ما أخذناه في الدرس السابق حينما تعرفت أنا وأنتم على مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود إذن هو الجزء الثاني من درسنا لهذا اليوم هو الإمام تركي بن عبد الله هذا الدرس أبنائي وبنات الطلاب من الوحدة السادسة الشخصيات التاريخية الدرس الخامس والثلاثون الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الجزء الثاني أبنائي وبنات الطلاب في الدرس السابق أنا وأنتم تعرفنا على الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أنه مؤسس الدولة السعودية الثانية في عام كام؟ ألف متازين أحسنتم ألف ومائتين وأربعين من الهجرة وشخصية الإمام محمد بن سعود هي شخصية حاكمة وفارس شجاع ومقاوم وطني من الطراز الأول ضد المعتدين حيث ولد رحمه الله في الدرعية في عام ألف ومائة وثلاثا وثمانين تقريبا من الهجرة ألف ومائة وثلاثا وثمانين من الهجرة تقريبا الإمام تركي بن عبد الله تحمل مسؤولية إعادة تأسيس الدولة السعودية بعد انتهائها في دورها الأول هذا التحمل وهذه المسؤولية التي حملها على عاتقه رحمه الله هي نابعة من ماذا؟ أحسنتم لأنه عاصر وعاش وشاهد ما كانت عليه الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام عبد العزيز بن سعود التي وصلت في نفوذها وفي مساحتها إلى مساحة كبيرة وصلت إلى الشمال تقريبا إلى الشام وإلى الجنوب ممتازين عمان وشرقا الخليج العربي وغربا البحر الأحمر امتد حكمه رحمه الله لمدة عشر سنوات قضاها في طرد المعتدي أيضا استطاع أن يحقق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار للدولة السعودية وشبه الجزيرة العربية التي عاشت التي عاشت كما ذكرت لكم بعد انقضاء وانتهاء عصر الخلفاء الراشدين فترة من الإهمال الذي ساد فيها عدم الأمن وعدم الاستقرار وأيضا انتشار للبدعي والخرافات شخصيته رحمه الله اتسم بعدة صفات هي ما هي أبناء وابناء الطلاب؟ ممتازين الشجاعة أحسنتم الحكمة حسن القيادة والتدبير ممتازين وماذا بعد؟ الوطنية وحبه لوطنه إذن أهم أهم صفات الإمام تركي من عبدالله ما هي؟ أحسنتم الشجاعة والحكمة حسن التدبير والقيادة الوطنية وحبه لوطنه الحزم العدل بين الجميع والصبر هذه صفات القائد الشجاع القائد لهذه الدولة المباركة إذن هذه بعض ما اتصف به الإمام تركي بن عبدالله نشأته رحمه الله كما ذكرت لكم نشأ الإمام تركي بن عبدالله في بيئة حكم وقيادة كما ذكرت أنه عاصر ازدهار الدولة السعودية الأولى في عهد من الإمام سعود من عبدالعزيز كما ذكرت أنها وصلت في نفوذها إلى أغلب شبه الجزيرة العربية من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ذكرتها لكم قبل قليل أيضاً هو كان من ضمن أحسنتم المدافعين عن الدرعية حينما أرسل والمصر محمد علي جيش ضخم بالعدد والعتادي والأسلحة وأيضاً ضخم بما جهزه هذا المعتدي لكي يقضي على الدولة السعودية الأولى حيث استطاع أن يسقط هذه الدولة وأن يخرب الدرعية وأن يقتل أبناءها ويقتل الأبرياء فيها ويعتقل ويقوم بنقل عدداً من أفراد أسرة آل سعود ومن بينهم أعمام الإمام تركي وأقاربه إلى مصر هذا جعل الإمام تركي بن عبدالله وجعلت أو شكلت من شخصيته التي جعل من مسؤولياته أن يعيد أحسنتم أن يعيد قيام وبناء الدولة السعودية بفترتها ومرحلتها الثانية هذه الظروف التي عاشها الإمام تركي بن عبدالله ليست بالظروف السهلة أبناء وبناء الطلاب بل هي ظروف وعقبات سقلت وأسست وأنشأت لقائد شجاع وحكيم استطاع من خلالها أن يعيد نشأت ويؤسس لدولة سعودية بمرحلة وفترة ثانية الجهود أو جهوده رحمه الله في تأسيس الدولة السعودية الثانية كما تعلمون أبناء وبناء الطلاب عندما سقطت وحوصرت الدرعية في عام 1232 عفوا إذن حوصرت في عام 1233 وكما تذكرون أبنائي قصة عندما سلم الإمام أحسنتم عبدالله بن سعود نفسه للمعتدي لكي يحقن دماء الأبرياء في الدرعية فعندما سلم نفسه رحمه الله قام بما قام به المعتدي العثماني إبراهيم باشا ومن معه من جنود من تخريب وتهديم للدرعية وقتل للأبرياء أبنائي وبناء تطل في هذه الأثنان استطاع الإمام تركي بن عبدالله أن يخرج من الدرعية من غير أن يشعر به أحد فالتجأ أحسنتم فذهب أين بعد هذه الفترة أو الفترة التي عقبت سقوط الدرعية بتقريبا بست سنوات استطاع فيها الإمام تركي بن عبدالله أن يكون من نفسه أن يجمع من حوله الأنصار والموالين والتفاف الأهالي حوله استطاع أن يقوم بضربات موجعة للمعتدي حيث أو حيث انتهج خطة وطريقة يقوم فيها ليلا بضرب هؤلاء المعتدين والاختفاء والتخفي نهارا استطاع من خلال هذه الطريقة وهذه الاستراتيجية أن يقضي فيها على المعتدي حيث كان يختبئ في فترات النهار مختبئا عن المعتدي وليلا يقوم بضربات موجعة لهذه الحاميات العثمانية المدججة بالسلاح فكان نهارا يختبئ في أحد المغارات الموجودة أو أحد الكهوف الموجودة في جبرطويق وهي مغارة عليا وبعدها يتحرك ليلا ليضرب مواقع العدو ويعود مرة أخرى استطاع من ذلك أن يجمع حوله من الأنصار والمؤيدين والمحبين والشغفين لقيام دولة سعودية أخرى كما كانت عليه الدولة السعودية الأولى من خلال هذه الاستراتيجية وهذه الخطة وهذا الذكاء الذي يتميز به الإمام تركي بن عبد الله استطاع أن يطرد ويعيد قيام ويؤسس الدولة السعودية الثانية استطاع أن يؤسس الدولة السعودية الثانية أبنائي كما ذكرت لكم أن هذه الظروف وهذه الأحداث التي عاش فيها الإمام تركي بن عبد الله ونشأ بها من خلال وجوده أثناء أحسنتم سقوط الدرعية وما شاهده مما قام به المعتدي من تخريب وقتل للأبرياء وخروجه من الدرعية دون أن يلحظه أحد ويختبئ ويختبئ عن الأنظار في أحد الكهوف في جبر طويق وأيضا ينتهج هذه الاستراتيجية لهي دلالة واضحة على حكمة وذكاء وشجاعة الإمام تركي بن عبد الله وأيضا هدفه الواضح في إعادة تأسيس الدولة السعودية بفترتها ومرحلتها الثانية التي استطاع أن يطرد ويخرج المعتدي من الأراضي السعودية استطاع من خلال هذه الاستراتيجية أن يخرج ويطرد المعتدي من الأراضي السعودية نهض الإمام تركي بن عبد الله نطرد المعتدي من البلاد أيضا قام بمسؤوليته بكل شجاعة كما ذكرت لكم أبنائي القضاء في القضاء على الأعداء وتحقيق هذا الهدف النبيل ألا وهو عودة الدولة السعودية الأولى أبنائي وبنات الطلاب نلاحظ أن الإمام تركي يتصف بصفات من شجاعة وحلم وصبر وحكمة وذكاء بالإضافة إلى أنه كان أديباً وشاعراً حيث خاطب الأبناء الدولة السعودية بخطاب يعبر فيه عن شجاعته من خلال أبيات ذكرها وهي الأبيات التي تشاهدون أمامكم أبيات أربعة يذكر فيها ما يذكر من الظروف والأحداث التي مرت به رحمه الله حيث كان كما ذكرت لكم أبنائي وبنات الطلاب يختبئ ليلاً ويتدارى عن الأنظار ليلاً في كاف علية ويخرج عفواً يتدارى عن الأنظار نهاراً ويخرج ليلاً لكي يقوم بضرب هذه المواقع بيضرب المواقع التي تتمركز فيها الأعداء أيضاً بهذه الأبيات التي ذكرتها لكم استطاع أيضاً فيها وصف لحالة إعادة تكوين هذه الدولة وفي عام 1240 استطاع ونجح الإمام تركي بن عبد الله أن ينهي ويقضي ويطرد المعتدي العثماني وأتباعه حيث قرر كما تذكرون أبناء وبنات الطلاب الدولة السعودية الأولى عاصمتها ماذا؟ ما هي عاصمة الدولة السعودية الأولى؟ أحسنتم الدرعية بينما إذن الدولة السعودية الأولى عاصمتها ماذا؟ الدرعية بينما الدولة السعودية الثانية قرر الإمام تركي بن عبد الله أن يتخذ مدينة الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية بذلك معيداً لأمجاد هذه المدينة التاريخية ذات الموقع الاستراتيجي المهم التي شهدت أحداث التاريخ القديم في حضارات قبائل تسم وجديس وحضارة بني حنيفة إذن الإمام تركي بن عبد الله اتخذ أحسنتم الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية أبنائي وبنات الطلاب إنجازاته رحمه الله في الدرس السابق تعرفنا على الجهود التي قام بها وفي درسنا لهذا اليوم نتحدث عن إنجازاته التي لا حصر لها حققت أعمال الإمام تركي بن عبد الله بتأسيس الدولة السعودية الثانية وإعادة ملك أسلافه وأبائه وأجداده إذن بهذه الأعمال حققت أعماله رحمه الله تأسيس الدولة السعودية الثانية عاصمتها الرياض حيث أصبحت مركزا للحكم في شبه الجزيرة العربية بعد أن كانت الدرعية في عهد أو في فترة الدولة السعودية الأولى كانت الدرعية هي عاصمة الدولة السعودية الأولى بينما في الدولة السعودية الثانية أصبحت الرياض هي المركز وهي مكان الحكم أو مركز الحكم وهي عاصمة الدولة السعودية الثانية بدأ الإمام تركي على خطى أسلافه بإعادة نفوذ الدولة السعودية في المنطقة منها العمل على توحيد شبه الجزيرة العربية ونشر الدين الصحيح القائم على عقيدة التوحيد إذن أبناء وابناء الطلاب الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود سار على نهج أسلافه لأن الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى هو أساس قوي منها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار أيضا القضاء على مظاهر البدع والخرافات ونشر ماذا؟ أحسنتم نشر الدين الصحيح هذا هو الأساس التي كانت عليه الدولة السعودية الثانية وسار على طريق أسلافه وأجداده وأبائه الإمام تركي من خلال تحقيق الأمن والاستقرار وأيضا نشر للعقيدة الصحيحة والقضاء على مظاهر البدع والخرافات إذن سار على خطأ أسلافه رحمه الله بعادة نفوذ الدولة السعودية في المنطقة والعمل على توحيد شبه الجزيرة العربية ونشر للدين الصحيح القائم على عقيدة التوحيد إذن أبناء وابنات الطلاب إنجازات الإمام تركي من عبد الله تأسيس الدولة السعودية الثانية تحقيق الأمن والاستقرار إعادة نفوذ الدولة السعودية كما كانت بالإضافة إلى نشر للعقيدة الصحيحة والقضاء على المظاهر البدعية المنتشرة في ذلك الوقت وفاته رحمه الله وفات الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله توفي الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في عام 1249 من الهجرة توفي في الرياض بعد أن أسس دولة عظيمة قائمة على نشر الأمن والأمان والاستقرار والازدهار وأيضا نشر العقيدة الصحيحة أسس دولة سعودية ثانية تولى بعد ذلك ابنه الإمام فيصل بن تركي تولى مقاليد الحكم في الدولة السعودية الثانية إذن أبناء وبنات الطلاب الإمام تركي بن عبد الله له إنجازات عظيمة من خلال تأسيس الدولة السعودية الثانية من خلال أيضا تهيئة المناخ وتهيئة القاعدة الأساسية لقيام دولة أحسنتم هي عبارة عن سلسلة تاريخية مرتبطة مع بعضها البعض منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى هذا العهد الزاهر أبنائي وبنات الطلاب فهذه الجهود كلها مرتبطة مع بعضها البعض من خلال جهود الإمام تركي بن عبد الله حيث أسس دولة سعودية ثانية عظيمة أساسها قويم تحقيق الأمن والاستقرار مد النفوذ على شبه الجزيرة العربية الأحسنتم نشر عقيدتي الإسلامية وعقيدة التوحيد الصحيحة توفي رحمه الله في عام 1240 من الهجرة بعد أن أسس دولة عظيمة وهي الدولة السعودية الثانية بعاصمة هرياض وتولى ابنه الإمام فيصل بن تركي وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم نعتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح